موجة جديدة من قمع الحريات الإعلامية وصلت لأكثر من 60 حالة انتهاك على يد ميليشيا الحوثي خلال الستة الأشهر الفائتة نقابة الصحفين التي رصدت هذه الانتهاكات أكدت أن الصحفين في مناطق سيطرة الميليشيا الإنقلابية تنوعت ما بين قتل وتعذيب واختطاف واقتحام المؤسسات الإعلامية ويأتي هذا القمع بعد سلسلة من كبت الحريات الصحفية خصوصا في صنعاء ومصادرت رواتب أكثر من ألفي إعلام واعتقال العشرات منهم منذ أربع سنوات أكثر من 90% من الصحف الورقية والألكترونية توقفت عن الصدور لتجعل اليمن واحدا من أسواب لدان العالم في قمع الحريات بدورها طالبت نقابة الصحفين اليمنين والاتحاد الدولي للصحفيين الإفراج الفور عن 13 صحفيا مختطفا في سجون ميليشيا الحوثي يتعرضون للتعذيب والمحاكمات الهزلية بالنسبة للعمل الإعلامي يكاد يكون ميت في مناطق توقف الحوثيين خاصة تلك الأعمال التي لا تتماشى مع سياسة ومنهقية الحوثيين هذه تكون عقبتها وخيمة تحريض قائد الميليشيات الحوثية ضد الإعلاميين شجع أتباعه على مزيد من تعذيب الصحفين المختطفين وملاحقة الآخرين وهو ما يجعله متورطا أول بجرائم قتل الصحفيين في عدة محافظات حرية الإعلام باتت مشلولة بعد إطلاق ميليشيا الحوثي حملة قمعا واسعة ضد الصحفة والصحفيين في المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها بلال الصبر الإخبارية تعز